جهة النشر هسبريس هسبريس من الرباط وجه الملك محمد السادس مساء اليوم الأحد خطاباً سامياً إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة وشدد الخطاب الملكي على أن تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء يأتي في مرحلة حاسمة من مسار ترسيخ مغربية الصحراء وذكر الملك محمد السادس أنه إذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الأرض فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها تهدف إلى تكريم المواطن المغربي خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا ومن هنا فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والديبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة وأضاف الملك ضمن هذا الإطار يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي تم توقعه تحت رئاستنا في العيون في ننبر 2015 والداخلة في فبراير 2016 ويتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية وخلق فرص الشغل والاستثمار وتمكين المنطقة من البنايات التحتية والمرافق الضرورية وهو برنامج طموح يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية الإشراف على تنزيل مشارعه واليوم بعد مرور حوالي 7 سنوات على إطلاقه فإننا نثمن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80% من مجموع الغلاف المالي المخصص له فقد تم إنجاز الطريق السريع تيزنات الداخلة الذي بلغ مراحله الأخيرة وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والرحية المبرمجة وسيتم الشروع قريباً في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمصاطر الإدارية وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية يورد الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تثمين وتحويل منتجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة كما أضاف في المجال الفلاحي تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار بالداخلة وبوشدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة وتعرف معظم المشاريع المبرمجة في قطاعات الفوسفات والماء والتطهير نسبة إنجاز متقدمة شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة وفي هذا السياق المطبوع بروح المسئولية الوطنية ندعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي كما ندعو لفتح أفاق جديدة أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية لا سيما في القطاعات الوعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة ترجمة نانسي قنقر